قد يكون ذلك التصلب الذي ظهر عليه الإطار حتى مع السيد مقتدى صدر لكن بالنهاية أنا أعتقد الإطار سيستجيب بما نسبته 50 إلى 60% من قارطة الحلة التي دفع بها زعيم التيار الصدري وهو الإبقاء على رئيس الجمهورية الحالي مع انتخابات نعم مبكرة قد يكون هذا مرضي إلى حد كبير لسيد مقتدى صدر وقد نجد هذه الحوارات هي من تدفع إلى هذا الانهاء حالة الانغلاق دكتور أحسان قبل قليل ذكرت أن الموقف المتصلب للإطار سيليم ربما وسيستجيب لخارطة طريق وذكرت نسبته نسبة نجاح 50 إلى 60% بالإبقاء على الرئيس الحالي هل كنت تقصد رئاسة الوزراء أي الحكومة الحالية لتهيئ لمرحلة مقبلة حال برلمان وأجرى انتخابات مبكرة؟ بتصور أستاذ أحمد أن الأمور ممهدة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على اعتبار هناك مؤشرات طبيعة الطرحات التي صدرت مؤخرا من الديمقراطي الكردستاني قيادات أيضا من السيد مسرور برزاني حتى من قبل مرشح الديمقراطي الكردستاني تدلل على أنه مقتنعين جدا بعدم إمكانية فوز مرشحهم هذا من جانب من جانب آخر التحالف الستراتيجي إن صح الوصف العلمي ما بين الإطار والاتحاد الوطني أنا أعتقد أنه سيستمر هذا لا بد أن يكون لؤثمان سياسية إيجابية بالنسبة للاتحاد الوطني أضف إلى ذلك الإطار الآن بحاجة إلى شخصية لها علاقات ومقبولة شخصية وازنة وطنية ولها علاقات دولية تكون بوابة لمرحلة جديدة يعني العودة إلى الانكفاء مرة أخرى ليس من صالح الإطار طبعا مع الأخذ بنظر الاعتبار الانتخابات التي أعلن الإطار عنها أنه ما بعد سنة أو سنة ونصف هذه المعادلة هو أكثر من النصف والذي دفع به السيد مقتدى الصدر على الرغم من امتناعه حينما يقدم الإطار من وجهة نظر حينما يقدم الإطار هذه المعادلة أنا أعتقد أنها قد تكون مقبولة إلى حد ما من قبل سيد مقتدى الصدر على اعتبار أنه اشترط كجزء من الحل بقاء رئيس الجمهورية الحالي دكتور برهن صالح وأيضا رئيس الحكومة مع وجود انتخابات مبكرة قد يكون الإطار يحاول الحصول على ثلث هذه المعادلة من خيال اختيار رئيس مزراء جديد لكن الأمر بالنهاية بحاجة نعم فت